السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائنا طلاب الصف الحادي عشر علم وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة الأولى الدرس الثالث المتتاليات الهندسية الجزء الرابع أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو إيجاد عدد الحدود في متتالية هندسية إيجاد صيغة الحد العام لمتتالية هندسية وأخيرا إيجاد قيمة حد من حدود متتالية هندسية باستخدام صيغة الحد العام تعالوا نتذكر سوية صيغة الحد العام للمتتالية الهندسية من يتذكرها؟ أحسنتم A N equals A1 times R to the power of N minus 1 حيث A1 يمثل الحد الأول وR نعم النسبة الثابتة وماذا عن N؟ صحيح N تمثل رتبة الحد وأخيرا A N هي قيمة الحد الذي رتبته N هذه القيم الأربعة ترتبط ببعضها في صيغة الحد العام فإذا كنا نعرف ثلاثة من هذه القيم يمكننا تحديد القيمة الرابعة من خلال علاقة الحد العام ولنرى هذا في المثال التالي المثال السادس صفحة 28 أوجد عدد حدود المتتالية الهندسية الآتية الحل نلاحظ أن المتتالية منتهية وحدها الأخير معلوم والمطلوب إيجاد عدد هذه الحدود كيف يمكن أن نجدها؟ أولا يجب أن تعرف عزيزي الطالب أن عدد هذه الحدود يمثل رتبة الحد الأخير فلنوجد أولا النسبة الثابتة لهذه المتتالية وذلك كما أصبحتم تعرفون نقسم الحد الثاني على الحد الأول فنحصل على 12 over 4 equals 3 والآن لإيجاد عدد هذه الحدود نستخدم صيغة الحد العام an equals a1 times r to the power of n-1 نعوض بقيمة الحد الأول وبالنسبة الثابتة وبقيمة الحد الأخير فنحصل على 2916 equals 4 times 3 to the power of n-1 ينتج لدينا معادلة المجهول فيها هو رتبة الحد الأخير n والذي كما قلنا تمثل عدد الحدود ولإيجاد قيمة n ماذا نفعل؟ نعم أولا نقسم كل الطرفين على 4 وبالاختصار نحصل على 729 equals 3 to the power of n-1 معادلة أسية لحلها نجعل الأساس مشتركا لكل الطرفين لدينا هنا الأساس 3 فنحتاج لكتابة الطرف الأول بشكل قوة أساسها 3 يمكنكم التأكد باستخدام الآلة الحاسبة أن 3 to the power of 6 equals 729 وبالتعويض نحصل على 3 to the power of 6 equals 3 to the power of n-1 بعد أن أصبح الأساس موحدا لكل الطرفين تكون الأسس متساوية وفق الخاصية التالية إذا كانت a to the power of m equals a to the power of n هذا يعني m equals n وبتطبيق ذلك على المعادلة هنا نحصل على 6 equals n-1 أي n equals 7 إذن عدد حدود هذه المتتالية هو 7 حدود حاول أن تحل التمرين الثاني عشر صفحة 29 أوجد عدد حدود المتتالية الهندسية التالية الآن عزيزي قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب والآن عزيزي الطالب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك الحل نلاحظ أن المتتالية منتهية وحدها الأخير معلوم ونريد إيجاد عدد هذه الحدود ماذا يمثل عدد حدود هذه المتتالية؟ نعم عدد الحدود يمثل رتبة الحد الأخير وكما فعلنا في المثال السابق نوجد أولا النسبة الثابتة كيف نوجدها؟ نعم بقسمة الحد الثاني على الحد الأول فنحصل على 2 ثم لإيجاد عدد الحدود نستخدم صيغة الحد العام an equals a1 times r to the power of n-1 ماذا نفعل الآن؟ نعم نعوض بقيمة الحد الأول وبالنسبة الثابتة وبقيمة الحد الأخير فنحصل على 640 equals 5 times 2 to the power of n-1 معادلة أسية المجهول فيها هو رتبة الحد n وبقسمة كل الطرفين على 5 وبالاختصار نحصل على 128 equals 2 to the power of n-1 كيف نحصل على قيمة n الآن؟ نعم نحاول أن نجعل الأساس مشتركا لكل الطرفين ونكتب العدد 128 بشكل قوة أساسها 2 فنجد أن 2 to the power of 7 equals 128 وبالتعويض نجد 2 to the power of 7 equals 2 to the power of n-1 وكما فعلنا في المثال باعتبار الأساسات موحدة لكل الطرفين فتكون الأساس متساوية أي 7 equals n-1 وبالتالي n equals 8 إذن عدد حدود هذه المتتالية هو ثمانية حدود لنأخذ الآن التمرين الرابع والعشرون صفحة 30 بلغ عدد زائري مهرجان الطعام المحلي السنوي 1250 زائرا في السنة الأولى ثم أخذ عددهم يتناقص 20% سنويا ابتداء من السنة الثانية أوجد أعداد زوار المهرجان في أول خمس سنوات وإذا استمرت إقامة هذا المهرجان كم سيبلغ عدد زواره في السنة العاشرة الحل نلاحظ أن العدد يتناقص سنويا 20% فكيف نحصل على العدد المتبقي؟ نعم إن العدد المتبقي تمثله النسبة 80% والتي تعادل 0.8 وباعتبار أن النسبة ثابتة في كل سنة فما نوع المتتالية التي تشكلها أعداد الزوار؟ نعم المتتالية هندسية وما هو حدها الأول؟ صحيح عدد الزوار في السنة الأولى هو حدها الأول ونسبتها الثابتة كما قلنا تمثل 0.8 وباعتبار المتتالية هندسية فما حدها العام؟ أحسنتم الحد العام لأي متتالية هندسية A N equals A1 times R to the power of N-1 وكيف نحصل على الحد العام للمتتالية الهندسية لدينا؟ نعم نعود بقيمة الحد الأول وبالنسبة الثابتة فنحصل على A N equals 1250 times 0.8 to the power of N-1 ولكن المطلوب إيجاد أعداد الزوار في أول خمس سنوات أي أننا بحاجة لإيجاد الحدود الخمسة الأولى من هذه المتتالية حدها الأول كما قلنا هو عبارة عن عداد الزوار في السنة الأولى أي A1 equals 1250 ولإيجاد عدد الزوار في السنة الثانية نقوم بالتعويض بN equals 2 في صيغة الحد العام فنحصل على 1250 times 0.8 to the power of 2-1 equals 1000 أي سيكون هناك ألف زائر في السنة الثانية وماذا عن السنة الثالثة؟ كيف نحسبها؟ نعم نعود N equals 3 فنحصل على عدد الزوار في السنة الثالثة وكذلك الأمر بالنسبة للسنة الرابعة وللسنة الخامسة وبهذا نحصل على أعداد الزوار في أول خمس سنوات لننتقل للطلب الثاني والمطلوب إيجاد عدد الزوار في السنة العاشرة أي أننا بحاجة لإيجاد الحد العاشر لهذه المتتالية كيف نوجده؟ نعم كما فعلنا منذ قليل نعوض N equals 10 في صيغة الحد العام التي حصلنا عليها فنحصل على 1250 times 0.8 to the power of 10 minus 1 وباستخدام الآلة الحاسبة نحصل على قيمة الحد العاشر وهو تقريبا 167.77 وباعتبار أننا نتكلم عن أعداد أشخاص فعدد الزوار في السنة العاشرة هو 167 زائرا على الأقل ولنأخذ تمرين آخر التمرين 20 صفحة 30 اختيار من متعدد الحد العام للمتسارية الهندسية الآتية هو واحد من الاختيارات التالية والآن عزيزي قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب والآن عزيزي الطالب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك الحل إن الحد العام للمتسارية الهندسية هو كما تعلمون a n equals a 1 times r to the power of n minus 1 والحد الأول لدينا معلوم وهو 360 ونحسب النسبة الثابتة في قسمة الحد الثاني على الحد الأول فنحصل على r equals half ما الخطوة التالية؟ نعم نعوض بقيمة الحد الأول وبالنسبة الثابتة في صيغة الحد العام فنحصل على a n equals 360 times half to the power of n minus 1 إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة الرابعة d والننتقل لتمرين آخر التمرين 21 صفحة 30 أيضا اختيار من متعدد قيمة الحد 11 في المتتالية الهندسية الآتية هي واحدة من الاختيارات التالية والآن عزيزي قم بإيقاف الفيديو ثم حاول حل التدريب والآن عزيزي الطالب قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك الحل لإيجاد الحد الحادي عشر نستخدم صيغة الحد العام وهي a n equals a 1 times r to the power of n minus 1 ما الحد الأول للمتتالية؟ نعم الحد الأول 1 over 27 ومن نسبة الثابتة صحيح نقسم الحد الثاني على الحد الأول فنحصل على r equals 3 ونعوض بقيمة الحد الأول وبالنسبة الثابتة وبرتبة الحد الحادي عشر n equals 11 فنحصل على a11 equals 1 over 27 times 3 to the power of 11 minus 1 أي 1 over 27 times 3 to the power of 10 ونكتب 27 بشكل قوة أساسها 3 كما يلي 1 over 3 to the power of 3 times 3 to the power of 10 لدينا الأساسات متتساوية إذن بطرح الأسس نحصل على 3 to the power of 10 minus 3 equals 3 to the power of 7 إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة الرابعة d إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه وللقاء في درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر